تواصل قوات الاحتلال عضوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم المئة والتسعين على التوالي حيث كثف جيش الاحتلال قصفه على مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة ومدينتي خان يونس ورفح جنوبه وأوضحت مصدر فلسطينية أن جيش الاحتلال جدد قصفه لمدرسة تابعة للأونروا تأوي نازحين في المخيم الجديد بالنصيرات وبالتزام مع اشتباكات عنيفة مع الفصائل الفلسطينية فيما شنت مقاتلات الاحتلال غارات عنيفة طالت مناطق متفرقة بالمحافظات الوسطى وعددا من الأحياء السكنية في قطاع غزة